السلام عليكم ورحمة الله المرة دي المرة التانية في السلسلة بتاعتنا ازاي نختار المجلة المناسبة لنشر البحث المرة اللي فاتت اتكلمنا على التخصص ازاي نختار تخصص المجلة المناسب او الكاتيجوري او الساب كاتيجوري والنهاردة هنتكلم على قوة المجلة او جورنال امباكت زي ما قلنا المرة اللي فاتت فيه اربع نقاط رئيسية الكاتيجوري او الاسبيشياليتي امباكت او وده اللي هنتكلم عليه النهاردة التكلفة او الكوست والتايم فور ببليكيشن النهاردة هنتكلم على الامباكت البرضو هندي كزا امثلة عملية او هنقول ازاي نلاقي ندور على الامباكت الامباكت من خلال مواقع تصنيف سكوبس او او من خلال دور النشر او وده كنا اجلناهم المرة اللي فاتت قلنا هنتكلم عليهم عشان هنستفيد بيهم محبتين في الكاتيجوري وفيه الامباكت كمان وكمان يدخل في الموضوع بتاعنا اللي هو حاجات بقى تفيدنا كمان في المجلات المحلية المجلات المحلية بتعرفها اللي هو الاي مجلة مش متصنفة في سكوبس او ويب of science ففيه كزا موقع برضو زي دوج او 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 حتى موقع التصنيف الخاص في المجلس الاعلى للجامعات طيب بالنسبة لمواقع التصنيف الدولية زي سكوبس وطومسون او law of science يتم تقسيم المجلات داخل اي تخصص او داخل اي سمار كاتيجوري الى اربع سمار زي ما احنا تفيدين الاول الربع الثاني او وابعدين كده الربع الرابع معنى ايه الكلام ده ان اي اي تخصص نفترض مسلا فيه ائسين مجلة هنقسم المجلات فيهم من حيث القوة الى اول خمسين مجلة الخمسين مجلة اللي بعدهم وبعد كده الخمسين مجلة في الربع التالب واخيرا الخمسين مجلة في الربع الرابع ويبقى كده مضموعهم متين او بمعنى اصح الربع الاول هو اول 25% في ترتيب المجلات. 25% من 200 يبقى 50 مجلة. يبقى اقوى 50 مجلة في التخصص. طب يتراتبهم ازاي من حيث القوة. اللي بترتب الحاجات دي حسب القوة. كل موقع تصنيف لي معامل التأثير بتاعه. او اللي بنقدر بيه نقارن المجلات من حيث القوة. سكوباس بيستخدم حاجة. الويبوف ساينز بيستخدم حاجة. اسكماجو او سيماجو برضو بيستخدم حاجة. اللي اسمها او معامل قياس نسبة الاستبلال بالابحاث. معنى ايه الكلام ده? ان المجلة كل ما بتقوى معناها ان دايما الناس اكتر بتقراها. ناس اكتر بتستفيد بالابحاث اللي جواها. ناس اكتر بتعمل صيتيشنز للابحاث دي. فاميه المعامل اللي بيقيس نسبة الاستدلال بالابحاث هو ده. اللي بيختلف من موقع الار. الويبوف ساينز بيستخدم او او جي سي ار. جي سي ار. جورنال صيتيشن ريبوتز. في سكوباس بيستخدم سايت سكور. طب بالنسبة لسيماجو او سكماجو بيستخدم حاجة اسمها اس جي ار. لو نيجي مسلا كيف نشوف كيفية حساب الامباكت فاكتر. زي ما احنا شايفين المعادلة اللي قدامنا. بنقيس كل اللي جات في سنة الفين وعشرين. لو احنا عايزين نحسب في الفين وعشرين. نشوف كل من المجلات اللي عملت لابحاث المنشورة في المجلة بتاعتنا. طيب دي امتى? في سنة الفين وعشرين? عشان احنا عايزين نطلع في الفين وعشرين. طيب المجلات اللي هي ايه? المجلات اللي مصنفه الفيرو بسينس اللي هو ساينس سايتيشن اندكس او ساينس سايتيشن اندكس او آ او سوشال سايينس استيتيشن اندكس او تاعه او حتى اردس اند هيومانيتس وان كمان معاهم ايميريجين سورس سايتيشن انكس اي مجلة في دول عمل سايتاشى حنحسب السايتاشان ده للمجلة بتاعتنا بس امتى بقى? لابحاث اتنشرت في Medicube13 و2019 في المجلة بتاعتنا اللي احنا مسمينها المجلة اي بحث 12 في 2018 و2019 وتعملوا citation بالمجلات دي هنحسب كل بس نقسمها على اين نقسمها على عدد الابحاث اللي اتنشرت في نفس المجلة في نفس السنتين اللي هم 2018 و2019 يبقى تاني كل ما لو الصيتيشن جاء لكل مجلة اتنين يعني لكل بحث من الابحاث اللي اتنشرت جاء له على سبيل المثال مرتين صيتيشن فكده هيبقى الامباكت فاكتور اتنين وهكذا يعني ايه بطريقة مبسطة يبقى الامباكت فاكتور بيتحسب على مدار السنتين كان زيه سايت سكور في سكوبس كان بيتحسب ولكن كان بيتحسب على ثلاث سنين ولكن حدث تغيير حديثا زي ما احنا شايفين هنا السايت سكور في 2020 كان الاول بيتحسب بنفس طريقة الامباكت فاكتور بس على ثلاث سنين بدأ سنتين لكن في 2020 صدر طريقة جديدة لحساب السايت سكور فبقت بنحسب لكل المجلات اللي موجودة على سكوبس العمل السايتشن للمجلة بتاعتنا بس في 4 سنين من 2017 مثلا ل2020 17 18 19 20 لكل الابحاث اللي اتنشرت فيه الاربع سنوات دول في نفس المجلة ونقسمهم على عدد الابحاث اللي اتنشرت في نفس المجلة في خلال الاربع سنين دول يبقى سايت سكور بدأ المكان على 3 سنين بدأ بدأ يبقى على 4 سنين وكمان بقينا نحسب السايتشن مش في اخر سنة بس لا في كل الاربع سنين اي سايتشن جات من المجلات على سكوبس المجلة بتاعتنا هنحسبها وندخلها في الحزبة ونقسمها على عدد الابحاث اللي اتنشرت خلال نفس الاربع سنين ده بالنسبة لسايت سكور دي برضو مقارنة سريعة كده جدول كنت عامله برضو المقارنة ما بين التلات حاجات احنا قلنا الامباكت فاكتور بيعتمد على كمية السايتشن في خلال سنتين السايت سكور بيعتمد على كمية السايتشن في خلال 4 سنين انا هنا كنت كتبهم 3 لان كان قبل ما الطريقة الجديدة في التصنيف تطلب طيب ايه بقى الاس جي ار ده اللي هو بتستخدمه سيماجو او اسكماجو وده كان هو المعتمد الزمان في الدورة الاثناشر يعني اخره كان 2019 من المجلس الاعلى الجامعات وبعد كده بقى المجلس الاعلى بيعتمد بداله السايت سكور الاس جي ار بيعتمد على حاجة مختلفة شوية بيعتمد مش بس على كمية السايتشن وبس كمان على الويت اوف سايتشن بمعنى ان السايتشن اللي جاي من مجلة قوية بتبقى قيمته اعلى في الحزبة من السايتشن اللي جاي من مجلة اضعف عشان كده ممكن كمان يستخدم فيه المقارنة ما بين المجلات فيه التصنفات المختلفة فيه التخصصات المختلفة نخلي بالنا ان فيه مثلا تخصصات زي التخصصات الادبية ممكن يبقى كمية النشر فيها قليل عدد المجلات اللي بتنشر قليل عدد السايتشن ليها قليل فعشان كده الامباكت فاكتور عامة في التخصصات دي بيبقى قليل فما ينفعش نقارن مجلة في التخصصات دي بمجلة في تخصص داني تخصص علمي مثلا بيجيلوا سايتشن كتير لان كمية النشر وكمية المجلات وكمية الاشرس في السنة اكتر بكتير في التخصص ده فقالوا لأ يعني لازم يبقى فيه طريقة معينة اللي احنا نقارن بيها مش هينفع نقارن عن طريق سايتشور مش هينفع نقارن عن طريق الامباكت فاكتور فاختروا حاجة اسمها اسنب او اس ان اي بي اللي هو بيضع في الاعتبار كمان كمية النشر عامة وكمية المجلات في التخصص فبيطلع معامل تالت مختلف خالص ونقدر بيه نقارن المجلات في تخصصات مختلفة ونقول نقدر نقول المجلة دي اقوى من المجلة التانية ولا لا حتى لو يعني مجلة الف ممكن تبقى اقوى من مجلة بيه باستخدام السنب رغم ان مجلة بيه ممكن يبقى الامباكت فاكتور بتاعها اعلى من مجلة الف لان فيه اختلاف التخصص وكمية السيتيشن والنشر وكمية المجلات في التخصص ده طيب زي ما قولنا الامباكت فاكتور بيعتمد على كل المصادر اللي موجودة في ويب اف ساينس بما فيها الاميرجين سورس سيتيشن اندكس لكن الحاجات اللي داخل سكوبس زي الاس جي ار وسايت سكوبس بتعتمد على المجلات المصنفة في سكوبس دي يعني اهم الاختلافات ما بين الثلاث حاجات طيب هنبدأ بقى ندخل على موقع سكوبس وندي مثال عملي ونقول ازاي ندور على الكاتيجوري وعلى الامباكت داخل سكوبس زي ما احنا شايفين هنا اهو عنوان الموقع وكمان بعد ما ندخل بنلاقي الصفحة دي هنختار سورسز هو ده اللي هيدخلنا على كافية البحث داخل المجلات وحاسبكم برضو مع فيديو بيشرح اه الطريقة ازاي كيفية البحث اه دلوقتي موقع سكوبس اه حنستفيد به حاجتين الحاجة الاولى تخصص المجلة او المناسب للبحث والحاجة التانية انه هو هيحدد لنا كمان قوة المجلة ده الصفحة الرئيسية في سكوبس ازاي ما احنا شايفين التايتل اه الادرس بتاع الموقع احنا هنختار هنا سورسز ازاي ما احنا شايفين اللي هو يعني مفيش اكاونت فري او حتى لو بتبقى فري اكاونت مش محتاج اي اه سوبسكريبشن اه بعكس اه لما بندور على الامباكت فاكتور في الويب و ساينس طيب ازاي ما احنا شايفين هنا فيه كذا طريقة للبحث فيه ممكن عن طريق الاي س اس ان او عن طريق الناشر او عن طريق الاسم اسم المجلة او عن طريق السابجيك تاريا و ده اللي يهمنا دلوقتي فهو هنخلي اختيار السابجيك تاريا اه واحنخلي نخطر كمان اللي احنا عايزين المجلات سورس طايب هنختار مجلعات بس ابلاي وبعد كده اه في explaining هنختار طبعا هو بيبحاظت كل الكاتيجوريز وتحتها السب كاتيجوريز انا ممكن ندور لغاية ما نوصل للميدسن مثلا عايز اليورولوجي ممكن نكتب يورولوجي وهو حيبان عندنا على طول هنعمل نختاره ونكتب ابلاي طيب ظهر عندنا هنا مية خمسة وستين نتيجة المية خمسة وستين في تخصص اليورولوجي زي ما اقولي زي ما انتم شايفين هنا انه هو ممكن نحدد السنة ترتيب المجلات حسب السايت سكور بالسنة تمام انا مثلا اخليها زي ما هي 2019 طيب الحاجة التانية الرقم انه هو هنا مية خمسة وستين بس هو هنا بيقول ان فيه بس مية اربعة مجلة في اه في التخصص اليورولوجي طيب ازاي لمية خمسة وستين وهنا كاتب مية واربعة هنفهم اكتر لما نختار ان الميتين كلهم اه مجلة يتعرضوا وهنشوف هنوصل لغاية مية واربعة مية واربعة هنلاقي ان يعني اخر مجلة مسلا سبعة وتسعين والباقي كله اه مفيش اي داتا حواليه كل كزا مجلة بس حاجات قليلة جدا لكن الاغلب مفيش اي داتا حواليه كل اللي مالوش داتا ده ده كان مجلة على اسكوباس وخرجت منه نشوف مثلا كده دوسنا على اسم المجلة عشان يظهر هنا بيقول اللي هو كان كبرد في اسكوباس من سنة الثمانين لسنة اتنين وتسعين وبعد كده خرج خلاص هنا دسكنتين فعشان كده ميزة اسكوباس هو بيجيب كل اللي دخلت وخرجت ودي حاجة مهمة عشان كده رغم اللي هم مية واربعة مجلة لكن مية واربعة بس اللي لسه كبر ومهم قوي نعرف المجلة خرجت لان المجلة دي غالبا احسن نبعد عنه يعني المجلة اللي دخلت في تصنيف اسكوباس وخرجت اسوأ كتير من المجلة المحلية اللي لسه مدخلتش تصنيف اسكوباس لان اللي خرجت دي غالبا حصل مشاكل فيها يعني عدم النظام او عدم جودة علمية لذلك خرجت من التصنيف لكن المجلة المحلية اللي لسه مدخلتش التصنيف ممكن يكون لسه في بداياتها ولسه شوية بشوية القوة بتاعتها حزيت لغاية ما تدخل تصنيف اسكوباس طيب يبقى دي اول نقطة قلناها اللي هو الفرق ما بين مية واربعة ليه في الفرق ده طيب الحاجة التانية احنا قلنا الترتيب هنا حسب سايت اسكوباس لكن ممكن نختار الترتيب حسب لو دوسنا هنا حيبقى حسب الاس جي ار وده اللي هو زي اسكيماجو او السيماجو اللي انا هتكلم عليه بعد شوية برضو ونوضحه فهيغير الترتيب شوية ترتيب المجلات هيبقى مختلف لانه حسب الاس جي ار زي ما احنا شايفين اهو من الاعلى للأوضع زي ما احنا شايفين تمام طيب اه نرجع تاني لا احنا عايزينه تاني تابع اه السايت سكور دوس عليه ونقول معلومة تانية هنا زي ما هو كاتب هايست برسنتايل يعني بيجيب ترتيب لما بيكتب هنا هنا الترتيب اللي احنا عايزينه في المسالي لكن هنا من واحد لغاية المجلة مية واربعة لكن هنا بيقول هايست برسنتايل للمجلة دي لان في مجلات ممكن يبقى ليها كذا برسنتايل يعني كذا كورتايل في كذا تخصص اه اه ندور مثلا احنا نزلينا اهو هندور على اي مجلة مثلا جورنال اوف بيدياترك يوروليجي هنا كاتب هايست برسنتايل في تخصص تاني اللي هو البيدياتركس في الاطفال لما نضغط عليها ونشوف المجلة برضو اسم المجلة كورت لغاية دلوقتي بريزنت دي مهمة بيدي معلومات عن المجلة واسم الناشر وكل التخصصات الي هايها فيه هنا فيه تخصصين يخصص الأطفال ويخصص الاورولوجي اللي ههمينا سا precedent ا Quarteragen هنا يورولوجي وال والأطفال هنا بيحطة الطالس سايد سكر تتسكور في سنة ساعرة 19 نضغط対 القرآن بنسبة ritő ويحطت كمان السنيب سنيب هنا بيقارن المجلات في التخصصات المختلفة ده مش مهم دلوقتي مش موضوعنا دلوقتي طيب يهمنا بقى النقطة هنا ايه زي ما احنا شايفين هنا عرض كل الكوارتايلز للمجلة دي في الاطفال هي ترتبها 93 من 286 وهنا بيقول البرسنتايل بتاعها 67 يعني هي في الكوارتايل التاني اللي هو من 51 ل75 يبقى Q2 في الاطفال طيب في اليورولوجي في المسالك 58 يبقى برضو Q2 لانها من 51 Q2 من 51 ل75 وترتبها بالزبط 44 من 104 مجلة يبقى كده كل الكوارتايلز ولو اكتر فيه كوارتايلز 3 و 4 و 5 ممكن نحرك لفوق وبيبان تحتها لكن هنا المجلة دي اتنين بس طيب دي برضو معلومة مهمة معلومة السايت سكور زي ما احنا شايفين بيتحسب ازاي حسب كل السايتشنز من مجلات في سكوبس لكل الارتكس في المجلة دي من 2016 ل2019 اربع سنين على الدوكيمونس ال 12 في المجلة دي من 2016 ل2019 طلع فيها السايت سكور اللي هو 2.8 طيب نرجع تاني يبقى كده قلنا التخصص وقلنا كمان كل الكوارتايلز للمجلة وقلنا كمان تأتيب المجلة تمام حسب السايت سكور فيه داخل حاجات تانية بقى ممكن سكوبس نخلي بس البحث في الفيرس كورتايل بس طيب نخلي مثلا الفيرس كورتايل بس ونشوف حيطلع ايه معنا حيطلع معنا 26 مجلة طيب 26 مجلة لو ضربناهم في 4 حيطلع كام حيطلع 104 مجلة وهو ده عدد مجلات اليوروليش زي ما قلنا 26 مجلة يبقى الربع اول ربع هو الQ1 هو اول الربع الاولاني من ترتيب المجلات وعشان هما 104 مجلة فيبقى الربع الاولاني 26 مجلة تمام؟ اللي هما قدامنا هنا وحنشوف اخر واحدة فيهم اهو 6 البرسنتايل بتاعها 76 زي ما قلنا لان البرسنتايل من 76 لمية اللي هو Q1 يبقى كده خلصنا البحث في سكوبس وقلنا اهم المواضيع اللي فيه بعد ما شرحنا البحث كافية البحث داخل سكوبس باستخدام السايت سكور هنقول برضو موقع تاني مهم اللي هو سكيماجو او سيماجو بس بيستخدم SGR وان كان بيستخدم نفس المجلات المتصنفة داخل سكوبس برضو ناخد بالنا من اسم الموقع هنا عنوان الموقع على النت وبعد ما ندخل بنختار جورنال رانكينج طبعا ممكن بنختار على طول او ندخش على جورنال رانكينج عشان ندور على طريق الساقش ايضا موقع سكيماجو او سيماجو حسب ما ننطقل اسم الموقع اهو هو طبعا كان في الدورة الاثناشر المجلس العلي الجامعات كان هو المعتمد وبيكتب في تقرير المكتبة الرقمية دلوقتي اللي بيعتمد سايت سكور وليس السجي ار وان كان الاثنين تبع سكوبس الاثنين بيعتمدوا على المجلات المتصنفة في سكوبس ونفس طريقة البحث نحن نكتب يعني مثلا هنا مكتوب باسم المجلة او الاساس ان او عن طريق الناشر هنكتب مثلا برضو نفس الكلام journal of pediatric urology مثلا ونشوف حيطلع علينا اسماء المجلات المشابهة اهو نضغط عليه وبيدينا المعلومات كاملة عن المجلة الدولة الكاتيجوري والسب ساب كاتيجوري هنا اتنين ساب كاتيجوري pediatrics urology آآ الاساس ان اللي كمان كافر من آآ الفين وخمسة لغاية الان الفين وعشرين آآ السكوب بتاع المجلة الهوم بيتش كمان وقالنا اهميتها آآ وبعد كده بيقول بقى معلومات عن المجلة هنا مثلا الكوارتايلز بيقول خلال السنوات الكوارتايلز بيقسم يعني مثلا فيه الوان اللي اخدر ده يعني كيوان بقى كيوان من الفين وعشر الفين واثناشر وكيوان تاني بالفين آآ وسبعتاشر الماسم الاسفر يبقى كيو تو آآ وحتى ما النزط عليه بيظهر كيو تو البرتقاني كيو ثري الاحمر كيو فور فبالخلال الالوان نعرف الكوارتايل وبردو بيقول شوية معلومات عن الكلام ده آآ يهمنا برضو هنا هو بيقول هنا الكوارتايل الحالي كيو تو وفين في الاطفال البست كوارتايل ده حسب الاس جي آآ آآ وقلنا الفرق بين الاس جي آر والسايت سكور اس جي آر كمان بيهتم بالويت اوف سايتيشن السايتيشن اللي جاي من مجالات اقوى بيبقى ليها قيمة اكبر طيب في حاجة كمان طريقة للبحث اللي هي الجورنال رانكينج ده عاملة زي سكوباس برضو اللي هي بالسبجيكت يعني انا مثلا بختار السانة عشان نعرف الكوارتايل بالسانة اللي انا عايزها آآ بختار مثلا انا عايز مجالات نفس الكلام اللي عملناه في البحث فيه سكوباس آآ آآ كل سبجيكت اريا مثلا لا انا عايز آآ ميديسن هنا بقى ميديسن وعايز آآ يوروليشي هنشوف هيطلع علينا كم مجالة هو المفروض بيعتمد زي ما قلنا على آآ تصنيفات آآ سكوباس مجالات اللي دخل جوه سكوباس فهو قال لنا هنا مية وتمانية آآ مجالة مية وتمانية مجالة طيب هنا بقى بذل سكوباس هنا كان مرتب حسب الاس جي ار برضو من اول مجالة لغاية اخر مجالة آآ مجالة نفس طريقة الكوارتايل برضو بس آآ احنا قلنا هو المية وخمسة مجالة في بقى ثلاث مجالات مش داخلين في الكوارتايل طب ليه مش مداخلين في الكوارتايل نشوف مثلا آآ نضغط على المجالة ونشوف آآ هي كابرد يبقى ممكن تبقى مجالة جديدة فلسه مدخلتش جوه آآ الكوارتايل عشان كده لسه ملهاش آآ اس جي ار آآ يبقى آآ هنا آآ بيبقى المجالات الجوء داخل متصنفها بس ايه ممكن بعضهم لسه مخدش آآ كوارتايل ويبقى كده برضو خلصنا الحديث عن آآ آآ طيب يبقى كده خلصنا المرة دي هي المرة التانية آآ وهي الجزء الاول من آآ آآ الكلام عن آآ كيفية البحث عن scientific impact آآ احنا شرحنا المرة دي سكوباس وشرحنا معاها كمان آآ سيماجو أو اسكماجو المرة الجاية هنشرح آآ الويب أوف ساينس وكمان بعض المواقع آآ المجلات آآ المحلية